بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة إلى أن التفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع يكون عن طريق تحديد نوع الكلمة هل هي حرف أم اسم أم فعل في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بالحديث عن الحروف المبدوئة بهمزة الحروف المبدوئة بهمزة لنكمل هذه القاعدة إن شاء الله تعالى إذن يا شباب نحن قلنا أحكام همزة القطع همزة الوصل والقطع اتفقنا على أن ضبط القاعدة سيكون على النحو الآتي همزة الوصل والقطع في الحروف يعني في الحروف المبدوئة بهمزة همزة الوصل والقطع في الأسماء همزة الوصل والقطع في الأفعال وبهذا نكون قد ضبطنا القاعدة في جميع الحالات والآن إن شاء الله تعالى سأبدأ بالحديث عن همزة الوصل والقطع في الحروف انظروا بالنسبة إلى الحروف جميع الحروف لاحظوا القاعدة في غاية الوضوح جميع الحروف المبدوئة بهمزة تكتب همزتها همزة قطع لاحظوا إذن قاعدة ثابتة ثم نقول ألاحظوا ما عدا حرفا واحدا إذن عندنا حرف واحد يكتب همزة وصل وما عداه من الحروف فإنه يكتب بهمزة قطع إذن الحرف الذي يكتب بهمزة وصل هو أل الحرف الذي يكتب بهمزة وصل هي الهمزة في التعريف في أل التعريف فقط تكتب بهمزة وصل كالألف همزة وصل في آل التعريف لا غير لذلك نكتب الملك في قولنا جامعة الملك خالد همزة وصل نقول الجامعة نقول القاعة نقول المحاضرة إلى آخره في جميع الكلمات المبدوئة بالتعريف فإن الهمزة تكون همزة وصل وهو الحرف الوحيد الذي تكتب همزته همزة وصل أما ما عدا للتعريف من الحروف فإن الهمزة فيه تكتب همزة قطع تكتب همزة قطع فإن كانت همزة القطع مضمومة أو كانت همزة القطع مفتوحة كتبت الهمزة رأس العين هذه فوق الألف وإن كانت الهمزة مكسورة كتب رأس العين هكذا تحت الألف وهي في الصور الثلاث تسمى همزة قطع تكتب رأس العين فوق الألف إذا كانت الهمزة مضمومة أو مفتوحة وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة تأملوا معي الحروف الآتية عندنا همزة الاستفهام أحضر أبوك أحضر الأستاذ لحظوا معي أحضر الأستاذ عندنا الحرف أن عندنا الحرف أن عندنا الحرف ألا عندنا الحرف أو عندنا الحرف أم عندنا الحرف أما وعندنا الحرف إن وعندنا الحرف إنا وعندنا الحرف إلا وعندنا الحرف إما وعندنا الحرف إلا عندنا الحرف إلا لاحظوا معي أن الهمزة كتبت همزة قطع في جميع هذه الحروف لأن هذه قاعدة عامة في جميع الحروف جميع الحروف تكتب همزتها همزة قطع إلا حرف واحد كما ذكرنا وهو همزة الوصل في أل التعريف ثم إن كتبنا هذه الهمزة هنا فوق لأن الهمزة مفتوحة لذلك كتبت رأس العين فوق وتسمى همزة قطع هنا قلنا إن إلا إلا إما فكتبنا رأس العين تحت الألف لأن الهمزة مكسورة إذن الآن كل هذه تسمى همزة قطع وهذه تسمى همزة وصل لو سئلت الآن عن العلة لماذا كتبت الهمزة في جميع هذه الحروف همزة قطع نقول لأن القاعدة تقول جميع الحروف المبدوئة بهمزة تكتب همزتها همزة قطع ما عدا حرفا واحدا وهو أل لذلك هذه القاعدة قاعدة ضابطة لجميع الحروف لاحظ معي همزة الاستفهام إذا قلت أحضر الأستاذ كتبت الهمزة همزة قطع لأنها حرف وقاعدة الحروف ثابتة وقد جعلنا رأس العين فوق لأن الهمزة هنا مفتوح طبعا ليس عندنا حرف من الحروف الهمزة في أوله مضمومة ولكن سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في الأسماء والأفعال في المحاضرات القادمة إذن انتهينا في هذه المحاضرة من الحديث عن أحكام همزة الوصل والقطع في الحروف وسنبدأ بعد قليل في درس آخر إن شاء الله تعالى للحديث عن همزة القطع في الأسماء شكرا